السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلعوا للنبي محمد له افضل الصلاة والسلام تمنى يلقاكم الفيديو في اتم صحة و العفية ان شاء الله وصفتنا اليوم بسبوسة بالشوكولاتة كتجي ولا ارواح سهلة وسريعة في التحضير اقتصادية ومكوناتها ان شاء الله مجد في كل بيت كتجي لديدة ورطبة وشيشة وماشاء الله كتدب في الفم ان شاء الله بهالطريقة هذه هتبقى معتمدة عندكم لطريقة بسيطة وسهلة جدا وسريعة في التحضير تبعوا الفيديو الاخر باش تستفدوا اكتر وكتجي معلك وماشاء الله ولا ارواح وطبعا ممكن ترفقها مع قهود العشية وكذلك للضيف ما شاء الله كتتحمر الوجه الى اول مرة كتشوفوني انا زين بازكري على قناة وصفات لديدة هابي فود ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب في فيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله ما نطورش عليكم ونخليكم على طريقة تحضير فرجة ممتعة ونبدأ ببسم الله على بركتي الله بنسبة المكونات البسبوسة نحتاج ثلاث حبات من البيض اللي تيكونوا بدرجة حالة المطبخ مع كأس الا ربع من السكر الخاشين اي سكر صاندة كأس الا ربع من الزيت وطبعا دائما كنحسب معكم المقاس بكأس العنبا كنضيف ساشي بتاعت فانيلا او ملعقة صغيرة من فانيلا وبالطراب اليدوي كننزج الخالط بتاعي جيدا جيدا حتى كتنساجم لنا المكونات او العناصر مع بعديتها تماما من بعد ما خلط المكونات كلها مع بعديتها كنضيف علبة ديال القشطة طبعا ممكن تعودوها بعد علبة ديال دانون او الياغورت بدوق الفانيلا بالنسبة لعلبة القشطة ره كافية قد العلبة ديال الياغورت او دانون سوف نضج الخليط جيداً جيداً حتى تفتح لنا هذه القشطة أو الياغورت جيداً مع المكونات كيف تشوفوا معي هاد القوام اللي تحصلنا عليه بالنسبة لهنا نضيف 2 معلقة كبيرة اللي تتكون مملوقة جداً من الكاكاو اللي تتكون نوعية ممتازة من الأحسن ونضج الخليط بتاعي جيداً بالنسبة لهنا أول حاجة نخدمه الكاكاو أحسن في الأول هو الأول طبعاً ونضيف ملعقة كبيرة اللي تتكون مملوقة من القهوات سريعة الدوابن اللي بدورها كتعطيها واحد المادة رائع جداً صدقوني ونضج الخليط بتاعي جيداً حتى لا يبقى الحبيبات ديال القهوات السريعة الدوابن وكذلك الكاكاو بتاتاً وانتم تشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه وكيف العادة المكونات كاملة نخليها لكم في صندوق الوصف هنا من بعد ما خلطت المكونات جيداً تماماً حتى لا يبقى بانوني لنادك الحبيبات ديال القهوات السريعة الدوابن وكذلك الكاكاو هنا مباشرة كنضيف كأس إلا ربح من الكوك أي الجوز الهند اللي تكون مبشور ونضيف كذلك تنين كؤوس إلا ربح من السميد الغليد أي السميد الخاشن طبعاً أنا هات السميد هذا اللي كنستعمل به الحرشاء طبعاً أكيد معروف صافي وبالطرب اليدوي بنفس الطريقة كنمضوش الخالط بتاعي جيداً تماماً حتى كيقاش يبالينا أدك السميد عفون والكوك يعني خلطهم مزيان مزيان وهتشوفوا القوام اللي تحصلنا عليه إن شاء الله كيف كتشوفوا معي هاد القوام اللي تحصلنا عليه يعني كيبقى لنا تقيل هنا أخر حاجة كنخليها هي صاشي بتاعت بيكين باودر أي خمارد الحلويات اللي بوزن سبعة ونص جرام صافي مباشرة كنضيفها وكنخلط الخالط بتاعي جيداً من الأحسن تخليها هي الأخيرة باش كتعطينا المفعول اللي جميل ورائع إلا كتواتضيفه في الأول ممكن تضيفه اتنين إلا تضيفه في الأخيرة وأنا كنفضل من الأحسن نستعملها في الأخيرة هي الأخيرة وكنضيف ايرو حدا فقط كتعطي مفعول جميل جداً كتشوفوا هاد القوام اللي تحصلنا عليه عندي بيركس ديال الزج أو ممكن تستعملوا أي قلب متوفر عندكم ديال الكيك يعني دائري مستطيل اللي تحبوا هاد البسبوسة شكلوها كيف ما تحبوه اللي متوفر عندكم طبعاً من القواليب ديال الكيك أنا استعملت هنا هاد البيركس ديال الزج المستطيل وهنا كنضيف النصف الكيمية فقط لأنني بغيت نحشيها كتجيب الحشوة بتاعت الشوكولتا كتعطيها وحد المضاق جميل جداً ومعلك صافي كنضيف النصف الكيمية وكن نفرضها جيداً أو كنطلقها مزيان ومجميع الجوانب غير بالملعقة فقط هكذا خفيف حتى كنت تطلق ليه كاملة في البيركس بتاعي أنا فضلت نحشيها بشوكولتا حبيب الشوكولتا ممكن تستعملو أو ممكن تستعملو هاد الشوكولتا اللي متوفر عندكم بهذا الشكل هذا أو أي علاب الشوكولتا اللي كيكونوا على شكل مستطيل فكيبقى على حسب الاختيار تعكم أو ممكن تستغنو عليه اللي ما متوفرش عندكم وصدقوني الشوكولتا اللي حشيتها بها اعطتها واحد المضاق رهيب زادت اعطتها واحد تلك اللي رائعة جداً أنا استعملت الدوائر هذا فاااااااا استفتم به الطريق هذي فوق الطبق الأولى ومباشرة انظيف الطبقة الثانية ديال Legend Squ�� طبعاك في موقع لكم ممكن تستعمله حبيب �hellشوكولتا شهب الشوكولاتا أو ممكن تبشروا الشوكولتا مبشور الكبير يضطها في الوسط اااااا طبعا كيبقى على الحسب الاختيار سفي مباشرة كنظيف الطبقة الثانية follower نفرض جيداً بالملعقة هكذا من جميع الجوانب غيرها بالخفة هكذا حاجة خفيفة حتى نغطي هذك الشوكولاتة تماماً هنا نجيب واحد زلافة ندير فيها شوية دي الماء هكذا خفيف و نغطيس فيها الملعقة هكذا و نفضها جيداً من الماء باش نزيد نتبت الجوانب او نحدد الجوانب و ما يزيدوش يتلاصقهم معنا هذك الوسبوسة لان الماء يخليها هكذا ما تلاصقش معنا باش نحدد الجوانب كاملا كيف ما كنت شوفوه تحصلنا على هات شكلها دا مباشرة كندخلها الفرن اللي كيكون سخون قبلها لدرجة حرارة 150 انا استعملت الفرن ديال دو كنستعمل لي درجة حرارة 150 كنخليها التابلين من تحت كتشوفوها نشفات معاكم او جربوها بالعود هكذا كلا نشفات معاكم عفوين و خرجت نشفة صافيو كتفتحوا عليها المدة خمس دقائق وهنا بالنسبة للسقوة ديال البسبوسة عفوين اللي هنسقيو بيها انا فضلت نستعمل حليب مكتف محلة اي نسلي كنضيف تقريبا كأس الا ربع من الحليب مكتف محلة و كنضيف له ربع كأس من الماء الدافئ كنمزجوه جيدا كنخلطوه مزيان مزيان حتى كنت حصلوه له هات القوة ماذا؟ هدا اولا نسقي به البسبوسة بتاعنا مباشرة كنخرجو عفوين البسبوسة بتاعنا كيف ما كتشوفو الشكل بتاعها ما شاء الله يعني من الفوق خليتها تقريبا لمدة خمس دقائق بد ما كتنشف معانا هنا مباشرة وهي سخونة كنسقيها بالسيرو اللي احنا استعملنا ديال النيس اللي عفوين الحليب مكتف محلة و كنسقي بيها كاملة يعني من جميع الجوانب هكذا باش كتشرب لنا هدك السيرو وهي سخونة صافيو مباشرة كنغطيها بوحد ألمينيوم او ورقة زبدة او منديل او اي صاحنا كده باش كتترجع لها ديالحرارة من الاحسن استعملوه بورق ألمينيوم او ورقة زبدة كترجع لها ديالحرارة و قتطرها معانا اكتر نحطها جانبا وندزو نحطروا الشوكولات اللي نغطي بيها من الفوق شوكولاتة القوة نبشرها جيدا لحصول شوكولاتة مبشور نغطي بها الكيكة نزول غطاء وشربت مباشرة كنضيف لها المبشور ديال الشوكولاتة اللي بدورها كيعطيها وحد منظر جميل من الفوق وكذلك وهي مازالة دافية كان قنحط وهو كيزيد كيدوب اكتر فما كيدوب كيعطينا هذك صوت الشوكولاتة من الفوق يعني كيعطيها وحد تعليكة رائعة جدا طبعا انا هاد البسبوسة مازالة دافية وكنضيف لها ديال المبشور ديال الشوكولاتة كيزيد يدوب اكتر من داختي بالنسبة الهناي انا نزينها بالخطط ديال الشوكولاتة اللي كتكون دائبة في حمام مائي وطبعا كنزين بهاك خطوطة هكذا بالزيد كتنعزز النك هذي البسبوسة بتاعنا طبعا بالشوكولاتة مباشرة هنا نقطعها معاكم على نصفين ونقطعها لاطراف مكعبات بهذا الشكل هذا مربعات كبيرة وطبعا ممكن تقطعها تاكريات صغر اذا حبيتوا تحصلوا على كمية كبيرة هنا كنزينها بالقرقاع اي عين جمل اللي بدورها كيعطاها واحد المدق جميل وكذلك المنظر بتاعك يعطاها منظر جميل او ممكن تستعملوا اي مكسرات متوفرة عندكم مهرمش ديال الفول السوداني الكاوكاو او اللوز مهرمش اللي متوفرة عندكم طبعا اكيد هنا نهز معاكم واحدة من الداخل تشوفوا كيفاش كتطلع معانا ما شاء الله صدقوني كتجيب معانا للكالديدة كيف كتشوفوا ذلك الشوكولاتة اللي في وسط تعطتها واحد المدق رهيب وكذلك كتعطاها واحد تعليقة رائعة والصوص اللي احنا استعملناه اللي سقينا به صدقوني زيت اعطاها واحد المدق اخر يعني انتمنى انكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم وكيف كتشوفوا شكلها ما شاء الله يعني ناجحة مئة في مئة مفشة وقطنية شيشة وارطبة والديدة بزف بزف وان شاء الله تبقوا معتمادة عندكم بهالطريقة هذي وطبعا ممكن تستعملوها للضيوف والافراح لمناسبتكم ما شاء الله ولا اروع انا معلية الا نقول لكم جربوها وانتم ما تكتشفوا المدق بتاع اللي رهيب جدا كتجي لديدة بزف بزف بواحد المدق اللي فخر جدا وكيف ما قلت لكم تمنى انكم تجربوها ان شاء الله وهتبقى معتمدة عندكم بهالطريقة بإذن الله تمنى الفيديو دياله تنرينا الرضا والسحسن بتاعكم اكيد بإذن الله نخليكم في امان الله وحفظه دمتم بالف خير الى فيديو قديم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته